مبروك كل زمالكاوي مبروك النهاردة مباراة جيدة جدا للزمالك وخصوصا الشوت التاني اداء من العيار المميز الرائع الجميل طبعا النهاردة زمالك وباتشيكو عملوا منطق باتشيكو الطبيعي احرز هدف امن الهدف احرز هدف امن الهدف الزمالك يتخطى فرصة اكتر من 50% للصعود الى النهائي ليلتقي النادي الاهلي في الغالب تقريبا هيبقى يعني نتمنى انه يكون نهائي مصري خالص ليه لانه الحقيقة ان الزمالك والاهلي هم افضل فرقتين بعديهم الرجاء في مباريات دور قبل النهائش اداء رائح النهاردة كلنا شفنا التميز السهل يعني الطريقة البسيطة السالسة السهلة الرائعة المميزة الخطيرة الجميلة كل الصفات اللي انت عاوز تقولها في فعل الافضل دي موجودة في هذا الرجل بن شرقي اللاعب يلاعب السهل الممتنع الكرة بتاعته بسيطة جميلة رائعة مفيش اي وشكلة فيها ليه عشان هو ده بن شرقي راجل كده تحس انه عازف بيانو ريلاكس قوي بيعزف كده حاجة عمر خيرت في روحه كده اداء مبهر وسالس وثقة الروح اللي عملها بن شرقي عندما وصل هنا في مقر اقامة الزمالك روح رائعة ضحك ابهار هزار ثقة اعطى لزملائه ثقة كان وهما بتفرجوا عالماش ازاي بيتكلم على الوداد ويعملوا ايه اللاعب ده لا اللاعب ده يعني مثلا بن شرقي من الناس اللي قالوا ان الكرة هتضيع عشان هو شايف ان اللاعب ده اول مرة يمسك يلعب ضرب الجزاء منذ سنين مش متخصص في ضربات الجزاء كان اشارته ان اللاعب ده مش هو ده من شرقي طيب ايه اللي عملوا بتشيكوا النهاردة بتشيكوا عمل اللي قالوا بالظبط قال لك مباراة الحسب في القاهرة ادى شوت مميز جيد رائع اللي هو في تيك تيك في التزام خطط الرهيب وباللعبة المعتادة بتاعت الزملك اما بن شرقي اللي زيزو يحرز الهدف او زيزو اللي بن شرقي يحرز الهدف لعبة محفوظة ولم يستطع احد حتى الان ايقاف هذه اللعبة سواء خصوصا في المباراة الكبرى لان سواء زي مطش الاهلي او مطش ادي الرجاء اللي انا عاوز اقول لكم عليه ان المباراة هنا مختلفة لعبة في الظروف ضاغطة هنا الاجواء بتاعت كورونا في المغرب ضاغطة على الكل ضاغطة على الناس كلها بما فيهم المغاربة لإصابات كتيرة بتظهر طول الفترات اللي فاتت دي فالكل مضغوط تنظيم حازم من الكاف عشان يمنع اي حاجة كل ده قدى لان الناس تحس انهم متعصبة كده ومش يعني فيها تعصب لك او عصبية لكن النهاردة محمد ابو جبل على اعلى مستوى العظيم الجميل المميز بحمود الوينش ومعاه الرائع محمد عبدالغاني وعبدالله جمحة عندنا احمد عيد احمد عيد ده عمل كان بيقف صاحب ستحس انه مهزو شوية لكن مطشه مهم مطش عصيب ظهر فجأة بس معدنه معدن جيد لعب هيكون صاحب خبرات مميزة المكان ده الزمالك هيبقى عنده لعيبة محترمة في الموسم الجاي عنده حازم حمزة المسلوسي احمد عيد واحمد عيد لازم وده نصيحة يجب ان يسمعها احمد عيد اتعلم كويس من الاتنين دول حازم وحمزة حازم وحمزة حازم امام وحمزة المسلوس تتعلم منه كويس قوي انت اللي هتستفيد انت اللي جاي انت المستقبل عندك واحد وعشرين سنة انت المستقبل يا احمد ازاي تتعلم من دول وازاي تشوف بيشتغلوا ازاي وتتعلم من ده الصح وتاخد احسن ما فيهم خد احسن ما فيهم انت دلوقتي شاب مستقبل وصدق دي نصيحة بقولها لك وتما تخافش ابدا من حاجة تاني خلاص انت لعبت في قبل النهاية الافريقي مع الزمانك في المغرب وصدر رجاء والزمانك فاز ثق بنفسك خليك واصق كده وما تهزش لا فوز ادي الجزء بتاع خط الدفاع نيجي بقى للجميل الرائع المميز من طارق حامد قلب الزمالك النابط جهد عازل لكم انه ساحر في الملعب مساحر اداء ساحر في السيطرة على زملاء وتنبيهم وانهم كلهم في حال التركيز في قائد في الملعب جبار عالي قوي جدا ازاي يقدر يخلي يزميله لو هف في واحدة كده وهسف ونسي يفوق في ساعتها ليه لان طارق حامد بيروح له ويوجهه ويفوقه ويقول له ويعيد اداء في الملعب والشوت التاني طبعا في اوباما اداء جيد بعزيزه اداء جيد كنت اتمنى ان يكونوا افضل من كده كمان بين شرق بين شرق خلاص بين شرق ده صنع السعادة الجديد في نادي الزمالك يعني ده حاجة واضحة جدا مصطفى احصل على نادي الزمالك من محربة نادي الزمالك ومحربة رئيس نادي الزمالك والضغوط من قبل اللاجد الخماسية واسرارها على لعب المباراة متتالية راجت اني ما تشيكو لك انا ما شفتش قبل كده فريق بيلعب في خمستاشر يوم خمس مباراة متتالية وانهم كانوا عندهم سعادة انهم يعودوا في المغرب في راحة تامة كده ريلاكس 48 ساعة وهدوء قبل بيبدأوا التدريبات عشان يعملوا استشفاء ذلك جاي المغرب معسكر طويل عشان الاستشفاء عشان اللي عملوا فيهم عمر الجنيني وحسام الزناتي عمر الجنيني اللي بيشتم شتايم انتوا شفتوها في الفيديو اللي طلعوا لكن هنا الموضوع الزمالك كان مضغوط وبالتالي جمهور الزمالك مضغوط وراخر خايف الآن ان الفرقة دي تتأثر ان الفرقة دي يجرى لحاجة لانه وثق فيها سعيد بيها يعنده امل فيها انها تقدر تعمل حاجة كويسة ومحترمة لنادي الزمالك هو ده الموضوع ازاي وكيف يقف دلوقتي دور في اللحظة اللي احنا فيها دي قبل مباراة للعودة دور جمهور الزمالك يقف مع الزمالك ويقف مع لعبته ويدعم الزمالك ما بيقولش يدعم مرتضى منصور يدعم الزمالك ويقف بظاهر الزمالك ويشوف الحروب اللي بتحصل على رئيس الزمالك عشان الزمالك يقع بعض الناس يقولك مرتضى منصور لازم هو اللي بيعم لا 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 اللي بيحصل مالك وجمهور نادي الزمالك ولعيبة نادي الزمالك اطلع كمية شائعات خلال الفترة اللي فاتت وعاوز اقول لكم ان شاء الله الزمالك يصعد النهاش بعون الله وبإذنه ويقدر يعمل نتيجة مبهرة في مصر رغم ان النادي الرجاع افضل كثيرا 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 من الوداد اللي قابل النادي الاحش لكن هذا لا يعني ان ازاك لا يستطيع ان يفوز عليه لكن ازاك يملك نتيجة ايجابية رائعة تضعه في المصف الاولى في الصفوف الاولى للوصول الى النهائي امام فريق اقوى من الفريق اللي قابله النادي الاحش ده هل يؤثر في فوز النادي الاحش لا خلص على الوراء النادي الاحش ونسبة صعوده كمان نسبة كبيرة اللي جاب احرز هدفين لكن نادي الزمالك لعب مع نادي متماسك عنده قواعد كده واضح عشان كده مبارات الرجاء في القاهرة مش تبقى سهلة لكن لا يعني ابدا ان الزمالك سيفرد فيه فرصته بل العكس الزمالك سيزبت للكل منه جاء الى يعني الى قابل النهائي وليس انه يصعد للنهائي لكن يبحث عن البطولة ده اللي قاله شيكابال للعيبة ده اللي اتكلم عليه شيكابالة قال احنا مش جايين المغرب عشان نفوذ بس ونصعد للنهائي لا احنا جايين وفي دماغنا حاجة واحدة ان احنا نكون في النهائي البطولة ونتحصل على هذه البطولة ونهديها لجمهور نادي الزمالك هو ده الموضوع جمهور نادي الزمالك لازم يكون دائم قوي ورائع ومميز لده النهاردة في دروس كتيرة استفدناها ايه هي الدروس؟ الدروس دي ان لعيبة الزمالك ايه بالنتيجة الحلوة؟ التنبيه والتركيز بيقول ايه اما مدير فني فاهم الفريق المقابل اشتغل حلو راجل بيشتغل بأدواته اما يتقال عليه مدير فني واقعي يعني ايه مدير فني واقعي؟ هو ده الموضوع واقعي يعني بيشتغل بالظروف اللي شايفها ما غيرش في التشكيلات ما عدلش في التشكيل تقريبا ثبت التشكيل منذ مجيئة دي واحد اتنين تقريبا نفس طريقة كارتيرون اللي اللعبة متعودة عليها ماينفعش يكسر في اللحظة دي لازم يجيب يعني يجيب بيشتغل معاهم نفس الشغل ده هي دي هي ده الموضوع ده مجموعة دروس تؤكد لنا انه مبيل انه صاحبنا باتشيكوا واقعي وان التركيز والاسرار والرطولة والرجولة كل ده دروس كل ما هتعملوا ده كل ما انتم هتتقدموا اكتر واكتر 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 شوفكم على خير الفيديو اللي جاي وان شاء الله الفيديو اللي جاي بقى يكون من القاهرة ونتواصل دايما على خير ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وازاك باللقاء نشك في فضلا منكم وليس امر مني شكرا اشتركوا في القناة